تنظيم بنية المعرفة وتدرسها أولاً تنظيم بنية المعرفة الباحثون توصلوا إلى منظورين لبنية المعرفة استفاد منهما وضع المناهج الدراسية في تنظيم بنية المعرفة من أجل تقدمها للمتعلمين هذان المنظوران هما الأول يصنف المعرفة إلى مواد أو مجالات دراسية فهناك مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات والجغرافيا وغير ذلك ونجد أن كل مادة من هذه المواد الدراسية تنتمي إلى مجال من تلك المجالات العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، العلوم الطبيعية، مجال الرياضيات المنظور الثاني وهو مستويات التجريد ويقسم المعرفة إلى ثلاثة مستويات الحقائق، المفاهيم، التعميمات أما مستوى الحقائق فيمكن القول بأن كل ما لا يختلف عليه اثنان يعد حقيقة كأن نقول مثلا الحديد يتمدد بالحرارة مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة وهكذا هذه الحقائق مهمة في المادة الدراسية لكن الاقتصار عليها وحدها لا معنى له الثاني مستوى المفاهيم وهي أكثر أهمية من الحقائق وهي تجريد لعدة أشياء بينها خصائص مشتركة مثل مفهوم الطاقة، المعدن، المخلوقات وغير ذلك ومن هنا على وضع المناهج الدراسية لاهتمام بهذه المفاهيم أكثر من الحقائق المستوى الثالث وهو مستوى التعميمات وهي ما تربط بين أكثر من مفهوم وهذه التعميمات تشمل المبادئ والقوانين والنظريات وهي أيضا الخلاصة التي نود أن يصل إليها المتعلم في نهاية كل درس ترجمة نانسي قنقر